في إطار تصاعد نبرة التهديد والوعيد ضمن صراع النفوذ بين إسرائيل وإيران تتخذ المواجهة العسكرية بين الجانبين التي صعدت إلى الأضواء منعطفا دراماتيكية إذ اعترفت وزارة الدفاع الإيرانية بتعرض مصنع عسكري لها في محافظة أصفهان لهجوم بطائرات مسيرة فضلا عن انفجارات أخرى في همدان وقاعدتين نوجا وكرج وهو إقرار يعد سابقة بعد سلسلة تبجيرات وحرائق شملت مراكز ومحطات نووية إيرانية نسبها نظام التهران إلى أسباب فنية مراقبون قالوا إن اعترف إيران بالهجمات يعد مناورة ومحاولة للترويج لنفسها بأنها تدفع ثمن دعمها لما يعرف بمحور المقاومة والممانعة بالتزامن مع استمرار التظاهرات التي تعم معظم مدن إيران والتي تطالب بإنهاء حكم نظام ولاية الفقه الصراع بين إسرائيل وإيران مباح فيه كل شيء إلا الحرب وفقا لوصف صحيفة الاندبندنت عربية فالتديدات بينهما رافقتها موجة اغتيالات شملت عددا من الضباط في الحرس الثوري وعلماء في الملف النووي فضلا عن شن هجمات سبرانية متبادلة إلا أن كلا الطرفين يكادان يتفقان على إبقاء المواجهة في الظل وحصرها من دون المواجهة الحقيقية أو المباشرة فعلى مدار السنوات الماضية شنت إسرائيل مئات الضربات على أهداف إيرانية داخل سوريا أوجعت طهران إلا أن الأخيرة لطالما تجهلت الافصاح عن تفاصيل تلك الهجمات في محاولة لإبقاء نطاق الحرب ضمن ساحات دول تعدها إيران حدائق خلفية لها كالعراق وسوريا ولبنان واليمن معهد العلاقات الدولية رجح سبب خروج صرع النفوذ بين إسرائيل وإيران إلى العلن خلافا لما كان يجري سابقا ونتيجة تراجع الاهتمام الأمريكي بالمنطقة مؤخرا وانشغال واشنطن بالحرب في أوكرانيا وهو ما فتح المجال لكل من طهران وتل أبيب وفقا للمعهد إلى التصعيد لإثبات التفوق في الشرق الأوسط وحجم النفوذ وإن كان على حساب شعوب المنطقة الواقعة ضمن هذه الهيمنة ترجمة نانسي قنقر